للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رضا سقر رئيس حزب الاتحاد أستاذ رضا بعد التحية قراءتك لاستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنية وذلك بشأن ملف العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي أستاذ رضا سقر مرة أخرى قراءتك لاستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني وذلك بشأن ملف العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي أهلا بحضراتكم أستاذ رجيم طبعا حالة السيد الرئيس لتوصيات الحوار الوطني بشأن مجائب الحبس الاحتياطي طبعا ده ترسيخ للمبادئ الدستورية وترجمة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية داخل الدولة المصرية أهمية القطوة بإحالة هذه التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وهي بتعني سرعة اتخاذ اجراءات لازمة أستاذ رئيس أراد بهذا سرعة اتخاذ اجراءات لازمة لتفعيل تلك التوصيات المتوافق عليها من القوى السياسية واستجابة للمناعشات والجلسات الصويلة التي تمت في الحوار الوطني والتي تميزت بالتعدد والتخصص أيضا تأكيد عملي على متابعة أستاذ الرئيس لكل جلسات ومقارجات الحوار الوطني وما يتوصل إليه ودائما أستاذ رئيس قال القضاء جناء على توصيات الحوار الوطني وكان برضو استجابة سريعة 24 ساعة وللمرة الثانية السيد الرئيس يستجيب بسرعة معهودة وده إذا كان بيعني بيعني أن القيادة السياسية عازمة على الانتهاء من ملف حقوق الإنسان والحريات بما يتطفق مع الزكور وبما يتطفق مع الاستراتيجية الوطنية وبما يتطفق مع المعايير والقوانين الدولية كل ده بيعني أنه دي رسالة للداخل والخارج رسالة للداخل أنه الاهتمام من السيد الرئيس مهتم بالمواطن المصري ومهتم بدناء الانسان المصري وده يعني أنه هو بيش بس قضية الحفص الاحتياطي والحقوق الفرات لا الاهتمام في كل مناحي الحياة إذا كنا بنعمل مشروع حياة كريمة فده اهتمام بالمواطن المصري إذا كنا بنقضي على عشوائيات فده اهتمام بالمواطن المصري وبناء الانسان المصري إذا كنا بنعمل طرق وكباري فده برضه لإراحة وتحقيق التصميرات داخل الدولة المطرية لعلاقة بالمواطن المصري فإذا بطينا على المشهد كله هنلاقي أن المشهد كله بيعني أنه ساد رئيس شغله الشاغل وهمه الرئيسي أنه والحكومة ومؤسسات الدولة هو الانسان المصري سواء كان على مستوى بناءه سواء كان على مستوى الحماية الاجتماعية سواء كان على مستوى السياسي والاقتصادي فكل هذه الأمور بتاعي أن الدولة المصرية في تلاحم وتناغم وفي اتمرار في الدفع بهذا المطار والملف الخاص بجناء الإنسان وأخيرهم الحفص الاحتياطي الموضوع اللي كان بيؤردك الشارع المصري واللي كنا بنتكلم فيه في الحوار الوطني مرارا وتكرارا طيب أستاذ رضا حضرتك لمست نقطة مهمة جدا عايزة أتوقف عندها وهي أنه حقوق الإنسان لها أبعاد كثيرة جدا أبعاد سياسية واقتصادية وكذلك أيضا مجتمعية يريد حضرتك تتكلم أكتر عن هذه النقطة تحديدا ملف حقوق الإنسان هو ليه أبعاد سياسية واقتصادية وليه أبعاد دولية صحيح أكلمك على الأبعاد الدولية الأول لأنه ده الملف اللي بيتتاجر به على مصر دايما يعني احنا شفنا النهاردة ازدواجية المعايير وشفنا انتهات لحقوق الإنسان في الاقتداء الغاشم على أهدينا في غزة وشفنا قد المجتمع الدولي بيكيل بمعياري ده المجتمع اللي كان دايما يقول لنا حقوق الإنسان السيد الرئيس في إحدى اللقاءات في أعتقد كان في فرنسا لما قال لهم حقوق الإنسان المصري والمواطن المصري احنا نعرفها وهي مختلفة عندنا أنا عندكم وده الحقيقة احنا عارفين حقوق المواطن بتاعنا إيه هو محتاج إيه هو محتاج تعليم هو محتاج صحة هو محتاج سكن محتاج حياة كريمة محتاج نكتزال ننجي العقبات محتاج يأمليه ضغط الأسوأ وارتفال الأسوأ هو ده المواطن المصري محتاج بحث يجب الحقيقي محتاج تدخل السرور والبهجة على أسرته بالإفراج عن المحبوسين وهو ده برضو عمل هام جدا انك تدخل البهجة والسعادة والارتياع ان المواطن المصري يشعر ان الدولة والقيادة السياسية مهمومة ومهتمة بالقضايا يعني ايه واحد محبوس لا ادي قضية كبيرة جدا ده قضية مهمة جدا دي بتشغل القيادة السياسية والدولة المصرية بدليل انه صادر قربت بالبحث في قانون الأجراءات الجنائية على المستوى الداخلي بحثنا في قانون الأجراءات الجنائية وعدلنا اللي كان من سنة 1950 وعدلنا القانون الحبس الاحتياطي بما يتلائم مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحؤون الإنسان فعلى المستوى الداخل طبعا احنا أصدرنا سيد رئيس أصدر السياسية الوطنية لحؤون الإنسان نعم عام 2021 وبالتالي كان تطبئها هو الإفراج في غير المناسبات واستخدام حق الدكتوري في الإفراج عن المساجين كان تطبئها أيضا في تعديل قانون الحبس الاحتياطي وإلغاء الأكراه البدني ونقلب المنفع العامة وتأمين مدد الحبس الاحتياطي وتعويض كل هذه الأمور بتعني أنه القيادة السياسية والدولة المصرية عاجمة في الداخل أنها تنهي هذا الملف تنهي ملف السجون والناس الأضخاب الرأي والبكر والمحموسين على ظلم التضايا في ظل حبس احتياطي خرج عن مصاره الطبيعي وهو إجراء احتراضي أصبحت أقوبة فالسيد الرئيس تفهم ده جيدا وطلب بتطبيق القانون ده ينشأ أقوبة ده بإجراء احتراضي تطبيق القانون وتفعيله على أرض الواقع والاستجابة أيضا الفورية بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رضا ساقر رئيس حزب الاتحاد شكرا جزيلا على هدي المشاركة